دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إعدام المتهم بدهس حشد من المرة في نيويورك الثلاثاء وقال ترامب في تغريدة إن إرهابي نيويورك كان فرحا لدى طلبه تعليق عالم تنظيم الدولة الإرهابية في غرفته في المستشفى مضيفا أنه يتجه نحو إنهاء برنامج قرعة الهجرة المتنوعة إلى الولايات المتحدة الأزباكي سيف الله سايبوف البالغ من العمر 29 عاما قتل ثمانية أشخاص وأصاب 12 آخرين بجروح بالغة قبل أن تصيبه الشرطة وتقبض عليه هذا وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي إنه قبض على أزباكي آخر يشتبه بضروعه في هجوم نيويورك في تعليقاته لوسائل الإعلام اعترف سايبوف بأنه قام بالعملية الإرهابية بعد أن شاهد مقطع فيديو نشره تنظيم الدولة الإرهابي واستعد للعملية مدة شهرين ثم استأجر شاحنة ومنذ ذلك الحين تدرب على المناورة من أجل الإعداد بشكل أفضل للهجوم اشتركوا في القناة